الذي سمح لي أن ألقي هذه الكلمة وقد نشرت هذه الكلمة في جريدة العرب في قطر الكلمة تحية إلى قطر في عيدها الوطني شاءت الأقدار أن تحتفل قطر الحبيبة في يومها الوطني وأنا في زيارة هذا القطر الجميل من أقطار الوطن العربي الكبير وبهذه المناسبة أرسل تحية إلى قيادتها الحكيمة المخلصة الرشيدة تحية إلى شعبها العربي الأصيل في قطر رأيت جهودا جبارة تدل على القدرة والكفاءة لكل مسؤول فيها رأيت الانفتاح المعقول على العالم والتكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على الحضارة العربية الإسلامية في قطر رأيت الأمن والسلام والعلم والعمل شواهد تدل على عقول النيرة أوجدت مراكز مميزة مثل مركز المتحف الإسلامي ومركز فنال للتعريف بالإسلام ومركز إعداد القادة المراكز التعليمية المتعددة ونادي الفروسية والنواد الرياضية الأخرى قطر هذه الأرض الطيبة ببحرها الجميل الذي جعلها لؤلؤة الخليج تزدهر بكل ما هو حديث وأصير في قطر وجدت العفة في نسائها العفة والأمانة والصدق في نسائها والشجاعة والمروءة والسماحة في رجالها قادة ومسؤولين فإلى المجد والعلايا قطر وكل عيد وقطر وجميع من فيها بخير ونرجو أن يدوم فيها الرخاء والازدهار والسعادة في ظل قيادة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسمو الشيخ أموزة المسند حفظهم الله وأدامهما ذخرا وفخرا وعبادا للأمة العربية الإسلامية مع ملكنا الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا معظمة أحبك والله أحبك يا قطر قد السلمة وقد للبحر وقد صاحان الشاسعة وقد حبات المطار والله أحبك يا قطر قد السلمة وقد للبحر وقد صاحان الشاسعة وقد حبات المطار والله أحبك يا قطر والله أحبك يا قطر أحبك يا قطر احبك يا قطر وحبها بتنسي من دوحتك والله العظيم وحبه مش عالحامل وحب ولي عهده تميم والله أحبك يا قطار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر